السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي الأعزاء نتمنى تكونوا كاملين بخير والأخير في أحسن الأحوال محبوب بكم من جديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمامة وبطبيعة الحال مع أخر الأخبار وأخر المستجداد يوم الإخوان غدين تكلموا على زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى دولة القابون كذلك غدين تكلموا على فضيحة الفضيحة ديال النظام الفاسد النظام الأخلاقي لكي تجرف الرضع كي تجرف الأطفال قمع يا الإخوان تشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع ودائما دائما الإخوان كترون اللايكات كترون البارتاج واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ديما توصلوا بالجديد متتبعي الأوفياء شكرا جزيلا للدعم ديالكم وتشجيع ديالكم أما الضيوف الجداد فمرحبا وألف مرحبا على بركة الله غدين دخلوا ثور بالموضوع وتحت شعار الله الوطن الملك والصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعش المغرب لا عشى من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله غدين دخلوا ثور بالموضوع إخواني أخواتي جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيسافر إلى دولة القابون حيث ذكرت وسائل إعلام أو صحيفة روفان الإلكتروني أن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله سوف يسافر إلى دولة القابون في زيارة عمل وصدقة الأسبوع القدم وحسب روفان فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تلقى دعوة رسمية من الرئيس القابوني خلال الزيارة الأخيرة للمملكة المغربية بحيث الإخوان جلالة الملك محمد السادس والرئيس القابوني تجمعهم واحد العلاقة وطيضة وعلاقة صدقة قوية التي تعكس المتانة العلاقة التونائية القوية التي تجمعها بين البلدين من هذا المنبر نقول تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس قائد البلاد الله ينصروا لنا والله يخليه لنا والله يطول لنا في عمره دبال إخوان غدي نمشيوا لواحد الفضيحة من العيار التقيل غدي نمشيوا لفضيحة الكابرانات فضيحة كبيرة وفضيحة خطيرة لكي يهتز لها العرش كي يهتز لها الإخوان عرش الرحمن وهذا الفضيحة جاية يا الإخوان من نظام ديال الكابرانات من نظام ديال العجزة الجزائري اللي تجوز جميع المسائل الأخلاقية تجوز جميع التجاوزات إخواني أخواتي هاد الناس اللي ما عندهمش الرحمة هاد الناس أو هاد الكابرانات وهاد أقل ما يتقل عليهم هما مجريمين هنا إخواني أخواتي الصحفة العالمية وحتى الصحفة الجزائرية ولأول مرة الإخوان الصحفة الجزائرية كتكون عندها الجرأة كتكون عندها الشجاعة باش تخرجوا تهدر على الكابرانات لأول مرة يا إخوان الصحفة الجزائرية كتخرجوا كتتكلم على هاد الموضوع وكالطلب العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة ووزير العدل بالتدخل العاجل الإخوان لفتح تحقيق دقيق للهيئة الوطنية لحماية الطفولة إخواني أخواتي واحد الظاهرة كينا في الجزائر واحد الفاضيحة كينا في الجزائر واحد اغتصاب للطفولة اللي كان في الدولة الجزائرية تم الكشف على بيع 30 ألف راضيع جزائري لعائلات فرنسية هادو يا الإخوان هادو مشي غير مجرمين هادو أقل ما يتقل عليهم هما مافيا ما عندهمش أخلاق ما عندهمش رحمة كيفاش الإخوان يهزو 30 راضيع يعني ما زالين غير لحمة ويبيعوهم لمن كيبيعوهم كيبيعوهم العائلات فرنسية هادو الأطفال الإخوان مين كيديهم الدولة ديالهم كيديهم دولة أخرى وكيديهم الناس آخرين لي ما عندهم لا دين لا أصل الإخوان لا عقيدة ما عندهم حتى شي حاجة شنودن بهادو الأطفال كيكونوا خالقين مسلمين خالقين بالوحدة دي لا إله إلا الله في تلديهم لوحد العائلات لي ما عارفينش في الدين ديالنا ما عارفينش في العقيدة ديالنا ما عارفينش في العادة ديالنا بحيث الإخوان رغم كل الظروف اللي تكون كتعيشها الجزائر ولكن على الأقل كي يخلقوا هاد الأطفال في فوص العائلة ديالهم في الدين ديالهم في الدين الإسلامي المفاجأة الكبيرة في هاد الفاضيحة شكون هو الرئيس المدبر ديال هاد الفاضيحة أو هاد الجريمة هي ماشي فاضيحة هي جريمة يا الإخوان هو ولد شنقريحة يا الإخوان هو من نظام العسكري من ولد شنقريحة عيبوا عار أن نظام حاكم في دولة يكون الأبناء دياله هما مجرمين أو علش هاد يكونوا أبناء هما بحد ذاتهم هما مجرمين كيتجرف الرضع باش يعمروا الحسابات ديالهم البنكية في سويسرا في دول أخرى المشكلة الإخوان المطروح دابع شكون لي سهل الخروج ديال هاد العدد الكبير ديال الرضع هاد العدد الكبير ديال الأطفال كيفاش مشاوا كيفاش خرجوا من الجزائر كيفاش وصلوا لفرنسا كيفاش تم البيع ديالهم لأنه ليس طفل ولا جوجل ولا ثلاثة نحن نتكلمون هنا على 30 ألف طفل وهذا الشي الإخوان يدل مدى الحقارة ديال النظام الجزائري الفاشل مدى الخبط ديالهم أنهم يهزوا أطفال غير اللحموا ويبيعهم لدولة أخرى لعائلات أخرين ونحن ما عارفين شهدوك العائلات شنو بغاو يديروا بهذا الأطفال كين اللي بغي يتبنى طفل هدي حاجة عادية ولكن الإخوان كين ناس أخرين اللي كيتستجروا في الأعضاء ديال هاد الأطفال كينين عائلات كي يخدموا هاد الأطفال الاغتصابات الاستغلالات الجنسية يا الإخوان شنو بقال لنا الإخوان قولوا في هاد المدعو غير لا إله إلا الله محمد رسول الله هاد النظام ما عندوش في قلبه الرحمة هاد النظام ما عندوش في قلبه الرحمة ولا الإنسانية ولا الشفقة هادو الإخوان هما مجرمين اللي كيتجرف أطفال يعني رضع وكيبيعهم لدولة أخرى يعني ما كان هدرواش على واحد ولا جوج ولا ثلاث ولا عشر ولا عشر هادو ثلاثين ألف طفل الإخوان كانت منهم من الجمعيات الحقوقية تدخل هاد الأطفال الإخوان وهذا الرضع وهنا إخواني أخواتوا قد نرجعوا الكلام القديم اللي كيقولوا بالنظام العسكري الجزائري كيرغم النساء ديال تندوف ديال مخيامة تندوف على الحمل ومن بعد الإخوان كيخدوا الأطفال ديالهم وكيبيعهم وكيلي كيجندهم تما يعني في الجزائر أو في مخيامة تندوف والأكتر يديلهم الإخوان كيبيعهم دول أخرى بحل إسبانيا واليوم عنا خبر أنهم كيبيعهم الفرنسا إخواني أخواتي هذا دليل على أن الجزائر دولة الجزائر رهف واحد الإنهيار أخلاقي واقتصادي وسياسي دليل على أن هاد النظام صفي رهما غادي الإنهيار والجزائر غادي الإنهيار مهم الإخوان وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنتمنى أنكم دمونا باللايكات ديالكم والبرتاج وتشجيع كذلك الإخوان ما تنسوش تعالق ديالكم الوطنية في القناة الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغري في صحرائه إلى أن يديث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله نهاية أسبوع سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة